السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الأول بالابتداء والآخر بالانتهاء على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أول الأولين وآخر الآخرين وراحم المساكين وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وثبت على سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر المؤمنين إن خير ما اجتمع له المجتمعون واستمع له المستمعون وتدارسه المتدارسون هو كلام الله جل جلاله ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وصور القرآن تنقسم إلى قسمين صور مكية وصور مدنية وصور المكية تهتم بالعقيدة أولاً وصور المدنية وصور المدنية تهتم بالعبادات والأخلاق وصور المدنية تهتم بالعقيدة أولاً وصور المدنية تهتم بالعقيدة أولاً من العتاق الأول والعتاق الأول يعني أوائل السور نزولاً هذه السورة ما نزلت حتى طال انتظار النبي صلى الله عليه وسلم لها ولها سبب نزول وقد نزلت دفعة واحدة جملة واحد وسبب نزولها أن قريش لما تشككوا في أمر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو رسول أم لا اقترحوا أن يبعثوا إلى يهود المدينة فهم أهل الكتاب فيسألوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نبي وهل في كتاب أو كتبهم المنزلة تورا والإنجيل والزبور ما يدل على أنه نبي فجاء الرجلان إلى المدينة والتقوا بعلماء بني إسرائيل التقوا بعلماء اليهود في المدينة وكان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود بن قريضة وبن نقاع وبن النظير وأصل مجيئهم للمدينة تحري بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته وكانوا يستفتحون على عرب المدينة على الأوس والخزرج ويقولون سيبعث نبي ساعة فنؤمن به وهذه دار هجرته فنؤمن به ونصدقه ونقاتلكم معه ولكن أراد الله أن يؤمن العرب الأوس والخزرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكفر به أهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لما قدم الرجلان واجتمعوا بعلماء بني إسرائيل في المدينة قالوا لهم هذا الرجل اختبروه اسألوه عن ثلاث أسئلة لا يعلم جوابها إلا نبي فإن أجابكم فهو نبي وإن لم يجبكم فهو كذاب ليس بنبي اسألوه اسألوه عن فتية خرجوا من ديارهم ما شأنهم وما خبره واسألوه عن رجل جاب الأرض شرقا وغربا ما قصته وما خبره واسألوه عن الروح ما هي الروح فقدموا مكة ومعهم الأسئلة الثلاث وتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد إن كنت نبيا فأجبنا على هذه الأسئلة فتية خرجوا من ديارهم ما خبرهم رجل جاب الأرض شرقا وغربا ما خبره الروح ما هي النبي صلى الله عليه وسلم قال غدا أجيبكم ونسي أن يقول إن شاء الله فلما نسي أن يقول إن شاء الله كان في ذلك عتاب من الله عز وجل فتأخر الجواب جاء يوم غد ولم ينزل وحي واليوم الذي بعده ولم ينزل وحي حتى مكث شهرا كاملا وما نزل عليه وحي في هذا الأمر توقف حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق اشتاق إلى الوحي واشتاق إلى إجابة هذه الأسئلة وبدأ بعض المشركين يقولون محمد كذب لو كان نبيا لأجاب وبعد مضي شهر نزل جبريل بهذه السورة ومعه سبعون ألف ملك وهذا العدد من الملائكة نزل مع هذه السورة لعظمة هذه السورة وفرح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بهذه السورة فرحا عظيما ومن شدة فرحين بها أن الله عز وجل افتتحها بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بعدما جلس عبده شهرا كاملا ينتظر نزول الكتاب فنزل الكتاب وفيه الأجوبة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا العوج الذي عند المشركين والعوج الذي عند اليهود والعوج الذي عند النصارى ليس في هذا الكتاب فهذا الكتاب مستقيم كتابا قيما يهدي للتي هي أقوام ومن اتبعه سار على الصراط المستقيم وهذا الكتاب صراط مستقيم يوصلك من الدنيا إلى أعلى درجات الجنة اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كما فعل اليهود ولا نفرق بين أحد من رسله كما فعل النصارى قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق فهذا القرآن لما نزلت هذه السورة طبعا فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الخبر إلى قرش ووصل الخبر أيضا إلى اليهود وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الوحي وقد أجاب اجتملت هذه السورة على خمس قصص هي مفاتيح الأمان من الفتن ولذلك هذه السورة كهفٌ والكهف يدخل الخائف فيأمن فأو إلى الكهف لماذا؟ لأنهم إن لم يخرجوا من بين أيدي أقوامهم المشركين وظهروا عليهم رجموهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم الخيار الأول أو يعيدوكم في ملتهم وقلاهما فتنة أن يُقتلوا فتنة أو يرتدوا عن الإسلام فتنة فكان الكهف أمانٌ لهم أن يُقتلوا وكان الكهف أمانٌ لهم أن يُفتنوا وكانت سورة الكهف أمان للمؤمنين في ميادٍ الفتن كلها أن يُقتلوا هنا أو يُفتنوا هنا فهي أمانٌ من أكبر الفتن ومن أعظم الفتن فتنة المسيح الدجال التي تتصور وتتشكل على ميادينها الأربع التي جاءت سورة الكهف لتسلمنا مفاتيح الأمان من الفتن كلها خاصة التي يأتي بها الدجال بين يدي الساعة افتتحت السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا مهمتهم النذارة أولا والبشارة ثانيا يا أيها المدثر قم فأنذر طيب متى تأتي البشارة إذا استجابوا للنذارة وأنذر عشرتك الأقربين فإذا خافوا وأتوا إليك مستسلمين والإسلام من الاستسلام والاستسلام لا يكون إلا بعد الخوف عندئذ بشرهم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأحسن القول هو القرآن ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه السورة وبدأ يقرأها وصحابا تقرأها كأنما أزال الله عنه غمّة فنزل فيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لأنه قال لهم غدا أجيبكم إلا أن يشاء الله وجاءت السورة كلها تربط العبد بالله وجميع قصصها تربط العبد بالله وكأن السورة تتحدث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدايتها من بدايتها إلى نهايتها كأن السورة تتحدث عن عصور هذه الأمة وما ستصل إليه هذه الأمة إن بداية هذه الأمة في دار الأرقم كبداية قصة أصحاب الكهف في كهفهم لو نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في دار الأرقم لقلت إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا أبو جهل بن هشام وعتبة والوليد بن المغيرة وهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلها عبدوا اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى عبدوا هبل عبدوا أصناما أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلها لولا يتون عليهم بسلطان بي فمن أظلموا ممن افترى على الله كذبا فالمشركون افتروا على الله كذبا إذ جعلوا هذه الأسماء لها صلة بالله وسموها بنات الله وأنثوها فاللات مؤنثة من لفظ الجلال الله والعزة مؤنثة من لفظ العزيز ومنات مؤنثة من المنان وهكذا أسماء الله أنثوها وأطلقوها على حجارة لا تسمعوا لا تبصروا لا تنفعوا لا تضر هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فلما افتروا على الله كذبا وسموا هذه الحجارة بأسماء الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من السلطان إذن هؤلاء افتروا على الله كذبا وكذلك اليهود افتروا على الله كذبا قالوا عزير بن الله وافتروا على الله كذبا قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء وافتروا على الله كذبا قالوا محمد ليس برسول افتروا على الله كذبا وكذلك النصارى افتروا على الله كذبا قالوا عيسى بن الله قالوا الله ثالث ثلاثة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق كل هؤلاء من يهود ونصارى ومشركون افتروا على الله كذبا وافتروا كذبا على أنبياء الله افتروا على إبراهيم الكذب قالوا إبراهيم يهودي وقالوا إبراهيم نصراني وقالوا إبراهيم مشرك وقال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا إذن هذه السورة عندما بيّنت الكذبة خاصة الكذبة على الله بيّنت أن أعظم كذب في التاريخ هو الكذب على الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وبالمقابل انظروا إلى أعظم قلب يحمله أعظم رجل قلب ملئ رحمة قلب محمد صلى الله عليه وسلم فلعلك يا محمد يا رسول الله باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً تأسف عليهم تموت عليهم تقتل نفسك حسرةً عليهم لأنهم لم يؤمنوا تخشى عليهم عذاب النار دعهم إن عليك إلا البلاغ ولكن مع ذلك كله كان حريص على هداية الناس لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم والواقع أن الناس تولت اليهو تولوا عنه وقالوا ليس من بني إسرائيل فلا نؤمن به والنصار تولوا عنه وقالوا هذا ليس من بني إسرائيل فلا نؤمن به والمشركون العرب تولوا عنه وقالوا هذا فرق آلهتنا فإن تولوا كلٌ ولَّى على طريقه وتولَّى فإن تولوا فقل قل يا رسول الله قل يا محمد يا ابن عبد الله حسبي الله لا إله إلا هو كما قال المشركون لا إله إلا هو كما قال الموحدون الذين أشركوا قالوا أنه ذمة إله في الأرض غير الله أإله مع الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لذلك لما قال هذا الدعاء قال الله له يا أيها النبي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فكان الله حسبه لا يحسب ولا يعد أحداً مع الله وكفى بالله وكيلاً بدأت السورة بالقصة الأولى قصة أصحاب الكهف هذه القصة كانت في الفترة ما بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب وأبطال هذه القصة شباب فتية عددهم مختلفون فيه أقله ثلاثة وأكثره سبعة سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم على أقل تقدير ثلاث أشخاص ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل إذن فيهم ثلاث أقوال حسب ما هو مكتوب عند اليهود طائفة قالت ثلاثة ثلاث أشخاص والرابع كلب وقيل خمس أشخاص والسادس كلبهم وقيل سبعة وهو القول الصحيح سبعة وثامنهم كلبهم لماذا قلنا أنهم سبعة وثامنهم كلبهم لأن الله عز وجل جعل هذا القول هو الأخير وغالبا القول الأخير هو الراجح والقول الأخير هو المقبول لأنه ينسخ ما قبله من الأقوال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل كيف كانت قصتهم وكيف كانت بدايتهم لما رفع عيسى بن مريم تفرق الحواريون انقسموا إلى كم قسم؟ إلى قسمين إلى ثلاث أقسام انقسم الحواريون أصحاب عيسى بن مريم إلى ثلاث أقسام قسم قتلوا قتلهم اليهود وهم الذين واجهوا اليهود فاستشهدوا في سبيل الله وقسم ارتدوا ما استطاعوا المواجهة فارتدوا وقسم فروا وهربوا وهؤلاء الذين هربوا فروا في سبيل الله هاجروا في سبيل الله هم أصل قصة أصحاب الكهف وصلوا إلى قرية هذه القرية كان من أول للقرى عليها أسوار وللأسوار أبواب وعلى الأبواب أصنام لا يدخل أحد القرية حتى يسجد للصنم فإن سجد أذن له بالدخول وإن لم يسجد لا يدخل وصلوا لهذه القرية قالوا اسجدوا للصنم حتى تدخلوا قالوا والله لا نسجد إلا لله قالوا إذن لن تدخلوا فبقوا خارج السور وابتنوا لهم حمام تعرف حمام؟ هذا المحل الاستحمام فكان الناس يخرجون إليهم ويستحمون ويرجعون ثم عملوا قسم للنساء وقسم للرجال وذات يوم خرج ابن ملك هذه القرية ومعه امرأة أخذها من الشارع ليست زوجا له وجاءوا لمكان الاستحمام فقال لهم هؤلاء الشباب هنا الرجال وهنا النساء الاختلاط ممنوع فلما قالوا لهم هذا الكلام قال أنا ابن الملك ولا أحد يتحكم أنا وهي ندخل سواء فدخلوا سواء فدعا عليهم أحد الشباب قال اللهم قد عصوك فافعل فيهم ما شئت فأهلكهم الله مات ولد الملك هذا والمرأة التي معه وصل الخبر لمن للملك فالجماعة خافوا ففروا وهم فارين مع المساء وجدوا راعي غنم كان يأتيهم فيتعلم منهم التوحيد قالوا الله لا أترككم إذن كم كان عددهم مختير إن كانوا اثنين فالراعي الثالث وإن كانوا كم أربعة فالراعي الخامس وإن كانوا ستة فالراعي سبعة والعدد هو الأخير فمشوا ومشى معهم الراعي وبقيت الغنم والكلب فقال الراعي اللهم إن كان هؤلاء الفتي على الحق فأوصل هذه الغنم لأصحابها فأوصلها الله عز وجل والكلب ما ذهب معها حتى وصلت ثم عاد الكلب ليخبرهم وليعلموا أن الذي أوصل الكلب إليهم بعدما دخلوا وصلوا إلى الغار أو إلى الكهف قد أوصل الغنم لأصحابها هذه القصة الأولى والرواية الأولى في قصة أصحاب الكهف الرواية الثانية أن أصحاب الكهف فتية من خيرة شباب القوم يعني أبناء أثرياء أبوه وزير وأبوه ثاني أمير وأبوه ثالث ملك يعني فتية من خيرة أبناء المجتمع لكن هداهم الله وكان لهؤلاء عيد شركي يخرجون من قريتهم إلى الأصنام خارج القرية كما كان يفعل أهل العراق فلما خرجوا هؤلاء الفتي اعتزلوا اعتزلوا هؤلاء المحتفلون بالشرك فأخذ خرج الأول ثم خرج الثاني ثم الثالث ثم الرابع الخامس السادس السابع حتى اكتمل عددهم وهم صامتون كل منهم يخاف من الآخر يخاف أن الآخر يعني يبلغ عنه أو يتكلم عنه أنه عنده رب يعبده فلما اجتمعوا خارج هؤلاء المشركون تكلموا قالوا تعالوا نحن الآن كل مننا يقول لماذا خرج لماذا تركنا فاتفقت كلمتهم على أنهم لا يرضون بشريك مع الله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لها لقد قلنا إذا انشططا فلما اجتمعوا قالوا إذا نحن الآن تحت المراقبة إن رجعنا إلى قومنا إما أن يرجموننا وإما أن يعيدوننا في الشرك ماذا نفعل قالوا ندعو الله فدعوا الله إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ثم دعوا بدعوتهم التي نقلها القرآن ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وكان الوقت قبل غروب الشمس فكان أقرب شيء كهف قالوا نأوي لهذا الكهف وننام فيه الليلة وغدا نفكر ما نسوي فأو إلى الكهف يانشر لكم ربكم من رحمته ويهي لكم من أمركم مرفقا فلما آووا إلى الكهف ألقى الله عليه من نوم الخاص إيش والنوم الخاص وتحسبهم أيقاضا وهم رقود مفتحين عيونهم أنامين وهذه خاصة بأصحاب الكهف جلسوا واستندوا في حواف هذا الكهف ينظر بعضهم إلى بعض وألقي عليهم النوم وجاء الكلب ليدخل فمنعا فنام الكلب عند مدخل الكهف وهو الوسيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لا وليت منهم وليت منهم فرارا ولم لئت منهم رعبا لما وقع هذا الأمر أنزل الله عليهم ملائكة خاصة لحمايتهم وحفظهم وتقليبهم على جنباتهم ونقلبهم ذات اليمين الجنب الأيمن وذات الشمال الجنب الأيسر وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولم لئت منهم رعبا هذا واقعهم في الكهف الذي ملئ رحمة هذا الكهف بالنسبة لهم أحب من القصور التي كانوا يسكنون فيها هذا الكهف من غير تكييف من غير طعام من غير شراب من غير فراش لكنه كهف معه إيمان وهذا أول درس نأخذه من قصة أصحاب الكهف أن نعيش بإيماننا ولو تحت خط الفقر أحب إلينا من أن نعيش بلا إيمان وبلا دين ولو ملكنا الدنيا كلها لأن الإيمان أحب إلينا وأغلى عندنا من الدنيا وما فيها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بين أن يكون عبدا رسولا وأن يموت يلقى الله وبين أن يكون ملكا رسولا مخلدا في الدنيا ويعطى الخلد فاختار الأولى أن يكون عبدا رسولا وينتقل إلى الله عز وجل يموت كما يموت الناس ولا يخلد واختار الرفيق لعلى والله عز وجل قال له وللآخرة خير لك من الأولى ولما دخل عليه عمر بالخطاب يوم من الأيام في الشهر الذي الذي آل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه يعني أقسم يمين أن يمكث شهر ولا يدخل على واحدة فبني له خيمة في المسجد ودخل عليه عمر في هذه الخيمة لأن الناس أصبحوا يتكلمون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله طلق أزواجه عمر بنته عنده حفصة بنت عمر وأبو بكر بنته عنده عائشة بنت أبو بكر رضي الله عنها وهؤلاء ما يدرون وعمر أتهى إلى حفصة وأراد أن يضربها ويقول لها ماذا حصل أطلقك رسول الله قالت لا علم لي عائشة يقول لها أبو بكر أطلقك رسول الله لا علم لي أبو بكر استحى ولم يتكلم عمر ذهب إلى النبصاص استأذن عليه قال له بلال يستأذن عليك عمر قال لا لا تأذن له مرة ثانية استأذن قال لا تأذن له ممنوع الدخول المرة الثالثة عمر ما استأذن رفع الصوت حتى سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن عمر ابن الخطاء لا يكلم رسول الله في أزواجه إن شاء طلقهن وإن شاء تركهن يعني ما ما بتكلم معك في موضوع النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه صوت تأذن له فدخل عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد نام على حصير أثرت أعواد الحصير في جنبه حتى إن الحصى ثبت على جسد النبي صلى الله عليه وسلم التراب تراب الأرض أرض المسجد فراش من حصير من أعواد أثر في جنبه وكان في حر وليس فيه طعام عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا شعير غير مقشر وقليل من الماء بكى عمر قال ما يبكيك الرسول يقول له ما يبكيك يا عمر قال يا رسول الله ذكرت كسرى وقيصرى في القز والخز والياقوت والديباج وأنت رسول الله على مثل هذا الحال يعني مفروض أنت أولى من كسرى وقيصر مفروض عندك الدنيا كلها جبالها ذهب وفضة فلما قال ذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هي عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر جرعة ماء وفي رواية شربة ماء أشاهد نعود إلى القصة إنهم فتية هنا العقيدة هنا الأصل إذا استمسكت بالإيمان عش حيث شئت فأنت على خير وإذا ضاع منك الإيمان فلا خير فيك ولو ملكت الدنيا بحذافرها لذلك سبب انتصارات الأمة الإسلامية في بداياتها أنهم كانوا ينظرون للآخرة والدنيا لا يلتفتون إليها لما بعث أمير المؤمنين رسوله إلى كسراء أو إلى قيصر عفوا جاء بعبد الله بن حذافة على فرسه وجاء يمشي ورمحه معه على فراش الملك لا يلتفت إلى الدنيا عمر بن خطاب لما أراد فتح بيت المقدس هيئوا له استقبال وجاءت الأباطرة وجاءوا كبار النصارى واستفوا وعمر دخل الأقصى مدينة القدس من جهة الخلف ولم يستقبله أحد من تبه إلا وعمر قد جاء على بغلته وقد لبس مرقعة لم يأتي على فرس ولم يأتي بثياب الملك هذا التواضع هو الذي رفع أما الكبر هو الذي يضع هذا الدرس الأول من هذا الدرس نأخذ حقيقة أن الإنسان في حالة الضعف أو الأمة في حالة الضعف أفضل شيء لها الاعتزال ولذلك المنكر إذا ظهر لا يخلو المؤمن من ثلاث أحوال أن يكون قوي أو يكون ضعيف أو يكون متوسط بينهما ليس بالقوي ولا بالضعيف فإن كان ضعيفا اعتزل كحال أصحاب الكهف وإن كان قويا إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن كحال ذي القرنين وإن كان بينهما تكلم بلسانه كحال صاحب صاحب الجنتين أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كحال للقرنين فإن لم يستطع فبلسانه كحال صاحب صاحب الجنتين فإن لم يستطع فبقلبه كحال أصحاب الكهف طيب نتجاوز قصة أصحاب الكهف بعد ما نعلق على نقطة إنهم فتية لماذا علق القرآن على كلمة فتية وأيضا هناك مع موسى إذ قال لفتاه الفتوة مرحلة الشباب هي مرحلة الصلاح والبناء أو الفساد والهدم الخير كله في الشباب إذا صلح والشر كله في الشباب إذا فسد ولكن تجد التربية الإسلامية تركز على مرحلة الشباب لأن هذه المرحلة هي التي تميز الأمة قوة أو ضعفا شباب الصحابة كيف كانوا وشبابنا اليوم كيف كانوا كيف صاروا شباب الصحابة يحملون الهمة العالية انظر إليهم في غزوة أحد عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبي سلامة الحرب وخرج صحابة الكبار خرج أبناء الصحابة فكان نبساصل يرد الصغار من لم يبلغ ثلاث عشر سنة يرده لكن الناس تفاوت أجسامهم فالذي يرى أنه يستطيع عمل السلاح يأذن له فيأتي آخر أصغر سنا منه يقول يا رسول الله أذنت لفلان وأنا أستطيع أن أسرع يقول تصارع فيتصارع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأذن لهما كانت هذه التربية التي يتربى عليه الشباب عمر بن خطاب بعدما وصل إلى المدينة مهاجرا وبني المسجد ولده وأعز أولاده عبد الله بن عمر قالوا سكنوا في المسجد ما عنده بيت قال عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري كنت شابا عزبا أنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام مع من؟ مع أبي هريرة مع أصحاب الصفة فقراء الصحابة يواسونهم يعني إذا كنت أنا يا عمر بن الخطاب عندي بيت وأي أبو بكر عندك بيت لكن عيالك جيبهم يناموا مع الفقراء في المسجد فكان أبناء الصحابة ينامون في المسجد مع أصحاب الصفة ليتعلموا قيام الليل يتعلموا تلاوة القرآن فعاش ظهر جيل فريد من نوعه وهو جيل الصحابة إنه فتية آمنوا بربهم لكن جيلنا اليوم ما هو همهم ما الذي يحملونه تجد الطفل الشاب اليوم يتربى على الألعاب والكورة ولو نظرت أقصى أمانيه يكون لعب كورة اسأل ابنك إيش تبقى تسير ماذا تريد أن تكون يقول لك لعب كورة يعني أشياء تافية لعب كورة ماذا يقدم للأمة وغير ذلك لكن الهمة العالية شوفوا الصحابة عمر بن الخطاب لما ربى عبد الله بن عمر هذه التربية انظر إلى همة بن عمر قال بن عمر فرأيت الناس بعد صلاة الفجر يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عن الرؤى يسألهم رسول عن ما رأوا فقمت ذات ليلة فصليت ما شاء الله لأنه صلي ثم سألت الله قلت اللهم أرني رؤيا حتى أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فنام فرأى في منامه رؤيا غريبة كأن رجلان نزل فأخذ به وذهب به إلى النار إلى جهنم فإذا بها مثل البير مطوية فجاء رجل مسرع يقول خذ بي ذات اليمين خذ بي ذات اليمين قال فأخذ بي ذات اليمين إلى آخر القصة أو الرؤية قال فقصصتها على حفصة لتقصها على النبصة سلم استحى أن يقولها فلما قص على حفصة وقصتها حفصة على النبصة سلم أسمع إلى التربية أسمع ماذا قال النبصة سلم في تعبير رؤية عبد الله بن عمر وكان عمره أحد عشر سنة قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فلما قصت عليه أختهم المؤمنين التعبير قال ابن عمر فما تركت قيام الليل بعدها مات وعمره مئة وأربع سنوات ما ترك قيام الليل هذه التربية إنهم فتية آمنوا بربهم وسبناهم هدى الفتنة الأولى الذي يأتي بها الدجال هي فتنة الفتنة في العقيدة والفتنة في العقيدة هي الزلزلة والزلزلة أخطر شيء قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قريب ممن؟ قريب من المؤمنين والمؤمنون من هم؟ الذين ثبتوا عند الزلازل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة على التوحيد ومنهم من ينتظر ثابت على التوحيد وما بدلوا تبديلا ما بدلوا في العقيدة تبديلا طيب هذا الدرسين الأساسيين من هذه القصة الأولى والفتنة الأولى التي هي فتنة العقيدة في يومنا اليوم فتن في العقيدة كثيرة ألعاب تعلم الشرك القوة العظمى التي لا تغلب ويجيب لك واحد صورة على أنه أقوى شيء فيرتسم في ذهن الطفل أن هذا المخلوق هو أقوى شيء فحتى يتخيل أن هذا أقوى من الله لأنه ليس هناك ألعاب تعلمه أن الله هو القوي المتين وأن الله هو الشديد العقاب وأن الله بيده ملكوت كل شيء هذا لا يتعلمه فيتعلم من ألعابه الكفر يتعلم الإرهاب كيف تهدم مسجدا كيف تهدم الكعبة يتعلم الإرهاب يتعلم الكفر يتعلم كل شيء لأن التربية إذا لم يشرف عليها أصحاب العقيدة أشرف عليها أصحاب الكفر وهذا يجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون من بينهم من يعمل ألعاب للأطفال تعلمهم التوحيد تعلمهم العبادة تعلمهم الأخلاق وهذا واجب على الأمة الإسلامية أن تقوم به نذهب إلى الفتنة الثانية بعد الفتنة التوحيد التي هي أخطر شيء تأتي الفتنة الدنيا الدنيا خطيرة الله عز وجل يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وذكر الله قصة صاحب صاحب الجنتين واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا القصة معروف تعالوا نضع الاحتمالات نفرض أن صاحب صاحب الجنتين مؤمن وجاءه أخوه في الله فقير إيش كان يسوي مثل ما سوى الأنصار لما جاءهم المهاجرون إيش سووا آثرهم على أنفسهم كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة انظر إلى هذا الموقف ما بين عبد الرحمن من عوف وأخوه من الأنصار قالوا تعالي يا عبد الرحمن أنا عندي زوجتي وعندي بستانين وعندي بيتين تعال انظر إلى البستانين أي واحد أعجبك خذه والبيتين أي واحد أعجبك خذه والمرأتين انظر إليهما معا أي واحدة أعجبت أطلقها فإذا خرشت من عدتها تزوجها هذا موقف المؤمن مع المؤمن موقف الإيثار طيب الثاني أن يكون كافر سيكون بخير لأن الإيمان يدفع للكرم والكفر يدفع للبخل قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطاه واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وعلى رأسهم من أبو بكر الصدق أول من أعطى من هذه الأم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى الشاهد هذا الرجل كان من الصنف الثاني بخل واستغنى وكذب بالحسنى اجتمعت فيه الثلاث كيف اجتمعت؟ واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعة كان على الأقل يقول جنتين خذ وحده لكن ما كان ولا فعل قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولن ردت إلى رب لأجدن خيرا منها منقلبا بعد ما قال لصاحبه أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا إذن أكثر من كمالا وأعز نفرا والشيء الثاني دخل جنته وهو ظالم لنفسه يعني مشرك فهذا كله نموذج للذين يغترون بالدنيا وتلهيهم الدنيا عن الآخرة لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت ولا يتصدق إلا المؤمن الصدقه برهان على الإيمان قال تعالى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى لَذِيُؤْتِي مَالَهِ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُمْ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ لَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى هذا الرجل هم كانوا اثنين إخوان أبوهم واحد وأمهم واحدة وترك لهم والدهم ثروة كبيرة شدا طائلة أحدهم مؤمن والثاني كافر المؤمن أخذ ينفق في سبيل الله حتى لم يبقى معه من ثروة شيء وقد تعود الفقراء أن يعطيهم كل سنة فافتقر ما أصبح عنده شيء قال للفقراء مكثوا اجلسوا أذهب إلى أخي أخذ منه أستلف منه وأعطيكم كالعاد جلس الفقراء ينتظرونه وذهب لأخيه من أجل أن يقترض منه أن يستلف منه قالوا يا أخوي أنت الله أعطاك وأنا الحمد لله أعطاني مثل ما أعطاك لكن اللي عنده انتهى أنفقته قدمته للآخرة أعطني سلِّفني وسأعيد لك قالوا أنت أصلاً ما أنت عاقل أنت ما أنك ذكي أنت أنت وبدأي هاجمة قالوا أنا وأنت أصلاً ما لنا سوى أنا اليوم أكثر منك مالاً أنا اليوم أعز منك نفراً لأن المال أعطيته للناس من أجل أن يكونوا حولي أعطيته للناس من أجل أن يمدحوني أعطيته للناس من أجل أن ينفعوني أن تعطيت للفقراء والمساكين اللي ما ينفعوك يلا خليم ينفعوك أنا الآن عند جنتين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه طيب ليش دخل جنته عنده جنتين ما يقدر يدخل جنتين في وقت واحد هو واحد دخل جنته الأولى وهو ظالم لنفسه طبعا أخوه سكت عنه لا أخوه أراد أن يعطيه الدرس الحقيقي الذي يعطى لكل متكبر أكفرت بالذي خلقك من تراب أنت إيش أصلا أنت تراب أنت أصلا خلقت من التراب وستعود للتراب وستخرج من التراب أنت أصلا تحمل القذرح أصلك يعني مني قذر ثم تحمل العذرح في بطنك ثم إذا مت جيفة قذرح يعني إيش ليش تكبر أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك برب أحدا ولولا إذ دخلت جنتك شوف يتكلم معه بقوة مع أنه فقير الفقر لا يمنع كلمة الحق بل الإنسان إذا كان في قلبه إيمان تحرك لسانه بقول الحق ولو كان فقيرا إذا خلق قلبه من الإيمان سكت لسانه عن قول الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل اللي ما يقول الحق ما نأثه قلبه ما في إيمان طيب فلما قال هذا الكلام والآخر متكبر صار هناك موقف قمة الفقر في الدنيا مع قمة الإيمان بالله قمة الغنى في الدنيا مع قمة الكفر بالله أي الرجلين أحسن فقير مؤمن أو كافر غني إيش تختار أنت تكون أي الرجلين كانت عندنا قصة أصحاب الكفر الإيمان من غير مال ويمثلهم هنا صاحب صاحب الجنتين لكن هنا عنده لسان هنا المعادلة رجل رجل هناك فتية ومجتمع لكن هنا تساوى الطرفان عندما يكون المؤمنون عدد يساوي عشرة في المئة من المجتمع انتصروا خمسة في المئة من المجتمع انتصروا إن تكون منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين لكن قبل ذلك مئة يغلبوا ألفا لأن الحسن بكم؟ بعشر والمؤمن الواحد بعشرة من الكفار وحجة المؤمن تتحط حجج الكفار كله قل جاء الحق ولو يحمله شخص واحد وزهق الباطل ولو يحمله الملايين واضح؟ أصبح الكافر يقلب كفيه على ما أنفق في جنته من وقت على ما أنفق فيهما من مال على ما أنفق فيهما من جهد وهي خاوية على عروشها انتهت ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مختدرا المال والبنون والبنون أكثر منك مالا وأعز نفر المال والبنون زينة الحياة الدنيا مال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات الصلوات التسبيح التهليل التكبير الأمر بالمعروف أنه عن المنكر تلاوة القرآن الحسنات الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والمؤمن دائما ينتظر الساعة ولهذا من أراد الزهد في الدنيا فعليه أن يتخيل الساعة في كل يوم ولهذا قال تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار والمؤمن كل ما طلعت الشمس تذكر الآخرة لأن الشمس علامة من علاماتها إذا الشمس كورت كل ما جاء الليل تذكر الآخرة لأن الآخرة كلها ليل والشمس والقمر وجمع الشمس والقمر لا شمس ولا قمر إلى غير ذلك طيب هنا الدرس والفتنة الثانية من فتنة المسيح الدجال فتنة المال الدجال يأتي للفقرة ويقول لهم أنا ربكم تريدوا المال آمر الأرض تخرج كنوزها لكم فتخرج الأرض كنوزك عاسيب النخل ويقول تريدوا المطر أنزل عليكم المطر تريدوا النبات آمر أرتمبت لكم نباتها فتن لكن كل ذلك متاع الحياة الدنيا المؤمن لا يغتر بالدنيا ولا يبعدينه بعرض من الدنيا قليل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان فيه فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيه فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بيش؟ بعرض من الدنيا قليل عرض من الدنيا قليل الآن لو تنظر إلى بعض المجتمعات الإسلامية في أفريقيا وفي غيرها من شدة الفقر يبيع دينه جيبونا فلوس وأعطونا صليب نعلقه أبنه كنيسة وأعطونا فلوس ندخل إيش نبغى بالمسجد؟ بعدينه بعرض من الدنيا يقول لك يريد يأكل أو يريد يشرب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين مهما افتقرت لا تكفر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الفقر والكفر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والفقر أخ الكفر إذا لم يكن ثمة إيمان طيب هذا الدرس الثاني من دروس السورة ثم بعده يأتي درس الدرس الثالث والفتنة الثالثة وهي أخطر وهي فتنة العلم العلم مشكلة الإنسان عندما يزداد علما إما أن يزداد مع علمه خشية أو يزداد مع علمه طغيانا الناس قسمين أن يزيده العلم خشية لله والتواضع هذا عالم رباني يزيده العلم كبر وغطرس وارتفاع على الناس هذا عالم شيطان طيب كيف الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء إذن العلماء أهل خشية الله والذين يخشون الله سيرضيهم الله في الدنيا ويرضيهم في الآخرة كما قال تعالى في شأن الخشية الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور فرتب الخشية على القول والقول هذا قول العلماء طيب إيش القصة؟ القصة قصة رجلين عالمين كل واحد منهم بحر في العلم واجتمعا واحد الخضر عليه السلام والثاني موسى عليه السلام وسبب القصة أن موسى سئل سؤال وهذه القصة وردت للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل التركيز على كلمة إن شاء الله موسى سئل من أعلم الناس فقال أنا أعلم الناس وهو صادق قال لي سأل واحد بن إسرائيل وهو موسى أعلم الناس لأن الله كلمه وكلم الله موسى تكليما لأن الله كتب له كتابا وكتبنا له في الالواحي من كل شيء ومع ذلك عاتبه الله على هذه الكلمة قالوا يا موسى إن عبدا من عبادي علمته علما لم أعلمك إياه وعلمتك علما لم أعلمه إياه فإن أضفت علمه إلى علمك كنت أعلم الناس وإن أضاف علمك إلى علمه كان أعلم الناس إذن العلم بينكما موسى أراد أن يسبق قال ربي إذن لي أذهب إليه وصف لي مكانه قال في مجمع البحرين وعلامة وجوده أن تعود الحياة للحوت اليابس الذي عندك قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وامضي حقبا فانطلق حتى إذا طبعا أمضي حقبا فانطلق حتى بلغ مجمع البحرين مجمع البحرين في ثلاث قوى قيل البحرين اللسانين من البحر الأحمر اللسان الشرقي الذي يدخل إلى الأردن وعلى حدود السعودين واللسان الغربي الذي على حدود مصر من جهة ثانية واتصل بالبحر الأحمر طبعا مجمع بينهما النقطة التي يفترقان فيها هذا القول الأول وهذا القول الأقرب من مصر وموسى تكلم وهو في سيناء أو تكلم وهو في مصر قل الثاني أن مجمع البحرين هناك حدود المغرب ما بين المغرب والأندلس التي هي أسبانيا ما يسمى جبل طارق في هذا المضيق مضيق جبل طارق عندما يلتقي المحيط الأطلسي مع البحر البيض متوسط قول الثالث أن الجنوب جهة الصومال عندما يلتقي البحر الأحمر مع البحر الهادي المحيط الهادي الشاهد لا يهمنا المكان يهمنا أن موسى انطلق وبلغ مجمع البحرين ولقي الخضر هنا أعطانا الله درس نموذج للعالم الذي يؤخذ العلم منه العالم الذي إذا صحبته تستفيد منه تربية قبل أن تستفيد علما فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما متى جاء العلم؟ بعد هذه الأربع أول شيء عبدا معناته موحد غير مشرك من عبادنا مسلم موحد عبدا من عبادنا أثنين آتناه رحمة من عندنا ما عنده قسوة قلب ما عنده الشدة ما عنده غطرسة ما عنده كبر رحمة من عندنا رقم ثلاثة علمناه من لدنا علما فإذا وجدت العالم الذي توحيده صحيح ما عنده شركيات الذي هو في قلبه رحمة على الفقراء والمساكين والضعاف يحمل همهم مثل الشيخ بن باز رحمه الله شيخ بن باز رحمه الله كان عبدا من عباد الله آتاه الله رحمة وعلمه كان هذا الرجل تتصل به امرأة من أدغال أفريقيا تطلب فلوس يرث الله كان كافل من الأيتام ومن الدعاة ما لا يعلمه إلا الله هؤلاء العلماء الذين هم رحمة الذين يمثلون النبي صلى الله عليه وسلم ورثته الأنبياء أنت عندما تكون عالم تحط نفسك أنك أنت وريث عن محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاقا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس وما أرسلناك إلا إيش رحمة للعالمين ولذلك هذه السورة كلها من أولها إلى آخرها ممكن نطلق عليها سورة الرحمة لأن كل ما فيها مربوط بالرحمة كيف؟ أصحاب الكهف فأوي إلى الكهف ينشر لكم ربكم من إيش؟ من رحمتي طاحب صاحب الجنتين إنما تكلم رحمةً بهذا الكافر رحمةً به وشفق عليه من غضب الله أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وموسى عليه السلام عندما وجد الخضر وجد عبداً من عبادنا آتيناه رحمةً من عندنا وعلمناه من لدنا علما فكان قوله تعالى آتيناه رحمة عنوان للدرس كله عنوان للمنهج كله عنوان لما سيتعلمه موسى من الخضر موسى تعلم الرحمة كيف تعلم الرحمة؟ السفينة فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها ليش خرقها؟ رحمةً بالمساكين غلام انطلق حتى إذا لقي غلاماً فقتله ليش قتله؟ رحمةً بأبويه ورحمةً به الجدار أقامه ليش أقامه؟ رحمةً باليتمين تعالوا نسمع القصة باختصار فانطلق حتى إذا ركب في السفينة أول ما ركب في السفينة ورد في الحديث أن الله بعث طائر فوقف على طرف السفينة ونظر إليهما كأن يلقي عليهم السلام التحية ثم نقره قطرة نقره في الماء نقره وطار هذا أول درس أخذه موسى قال الخضر لموسى قال له يا موسى شفت الطائر؟ قال نعم شفت قال تدري وش يقول؟ قال لا قال يقول لك أن أنا وانت الاثنين ما نقص ما عندنا من العلم ما نقص ما عندنا من العلم من علم الله إلا كما نقص هو بمنقاره من هذا البحر نقص والله ما نقص؟ نقص العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا علم الله واسع والناس كلها لو جمع كل علماء الأرض منذ خلق الله آدم وعلمه وعلم آدم الأسماء إلى آخر عالم في البني آدم إلى آخر عالم في الجن إلى آخر علماء الملائكة كل هذا العلم لو تجمعه لا يصل لشيء من علم الله فالله عالم الغيب والشهادة وسع ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما كان هذا أول درس وهذا الدرس الذي يحتاج لي طالب العلم طالب العلم لا ينبغي أن يأتي يريد يأخذ العلم كله لا تستطيع تأخذ العلم كله لكن أطلب العلم من الله وأطلب الزيادة وقل ربي زدني علما وما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الزيادة في شيء إلا من إيش؟ من ثلاث وش؟ العلم وقل ربي زدني علما والأمر الثاني اللبن اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه والأمر الثالث اللي طلب أن يصحهم زيادة فيه هو العمر خيركم من طال عمره أو زيادة في العمل الصالح طيب لهذا الخضر عليه السلام عندما خرق السفينة خرقها رحمة قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبها واحد وهذا يأخذ منه طالب العلم الدرس الأول إذا أردت العلم فارحم المساكين ولهذا ينبغي الطلاب التحفيظ أن يكون لهم يوم للمساكين يكنسوا بيوتهم يجيبوا لهم الطعام إذا استطاعوا أبو بكر الصديق أول طالب علم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه عمر بالخطاب أن أبا بكر بعدما أصبح خليفة كان يأتي إلى خيمة في المدينة يأتيها ليلا ثم يدخلها ثم يخرج فلما أصبح عمر خليفة قال والله لآتينا تلك الخيمة التي كان يأتيها أبو بكر وأعرف ماذا يفعل فيها فجاء إلى الخيمة فإذا بها عجوز عمياء عجوز عمياء قال كان رجل يأتيك هنا ماذا يفعل قالت يقم لي بيتي ويحلب لي شاتي أمير المؤمنين رئيس الدولة يقم بيت يعني نظف ويحلب شات لمرأة عجوز الرحمة بالمساكين هذا وطالب العلم وهذا هو العالم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المساكين ويجالسهم ويجلس معهم مرة جاء رجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرتعد قال له هون عليك على رسلك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل قديدة بمكة يعني يوم امرأة تأكل القديد يعني فقيرة قديد طعام الفقراء وهو اللحم اليابس بينما الأغنية يأكلون الجزور وليأكل الجزور أكلها يتوضأ منه لأنه يورث الكبر بينما القديد ولو كان من لحم الإبل لا يتوضأ منه طيب الشاهد هذه المسألة الأولى السفينة المسألة الثانية وهي في أشكال قتله طبعا قتل النفس خطير قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرى ليش قتله رحمه بالغلام لأنه إذا كبر سيكون طاغية فيدخل النار فقاتله صغيرا فيدخل الجنة لأنه مات قبل البلو ورحمه بوالديه وأما الغلام فكان أبواهم مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب إيش رحمه رحمه طيب اليتامة ليش بنالهم الخضر والقرية كلها أبت أن تضيف حتى إذا أتي أهل قرية سطعم أهلها طعام جائعين موسى كان عنده حوت وراح في الوحو ولم يستفد منه قال له أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة هذه فئات المجتمع فئة المساكين فئة كبار السن فئة الضعاف اليتامة وأشباههم من الناس إذن هذه القصة تعطينا مسألة العلم وأنه يحتاج إلى الرحمة نختم بالقصة الأخيرة وهي قصة الملك طبعا فتنة العلم كيف تكسرها بالتواضع كيف تكون عالم غير مفتوم بعلمك إذا تواضعت للفقراء والمساكين والضعاف واليتامة فكل ما تتواضع كل ما يثبتك الله ويرفعك إذا كنتشوف علمانا خيمة في التواضع واحد تمسك بيد الشيخ وتوقف معه واقف يستمع لك والشيخ الثاني كذلك لكن انظر إلى علماء اليهود وانظر إلى علماء النصارى مقابلة بفلوس تبقابل الشيخ تأخذ منه فتوة تدفع فلوس وإذ تبغى منه فتوة لازم بفلوس كما قال تعالى يكتبون الكتابة بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون بينما علمانا يكتب بيده ويتكلم بلسانه ويقول لا أسألكم عليه أجرا ما أني بي منكم شيء هذا والعالم واضح؟ نأتي للمسألة الثالثة السلطة الفتنة بالسلطة بعض الناس ما دام يدور على وظيفة متواضع وطيب ويا سلام فإذا لقى الوظيفة تكبر خلاص صار مدير ارتفع صار وزير ما عاد يسلم هذه مشكلة الإنسان السلطة ينبغي أن يتواضع بها كما يتواضع بالعلم لذلك ذا القرنين أعطاه الله السلطة أعطاه الملك قال تعالى ويسألونك عن ذا القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببه أي شيء يبغى عنده السبب يقدر يوصله يبي يروح مغرب الشمس يروح يبي يروح مطلع الشمس يبي أي مكان في الأرض يروح آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا أخذ واحد من الأسباب للتنقل وأتبعه ووصل مغرب الشمس وين راح الله أعلم لكن المكان اللي وصل وجد عندها قوما لا يكاد وجد عندها قوما قلنا هؤلاء القوم لا يعرفهم من القرنين ولا يعرفونه وإذا القرنين مؤمن وعنده هدف التوحيد البداية اللي تحدثنا عنه الإيمان هو يستطيع يدعو نفسه أنا ملك ويدعو الناس نفسه ويستطيع يدعو لله فدعا لمن دعا لله الله قال له يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن الخيار لك افعل ما تشاء فماذا فعل قال أما من ظلم يعني أشرك بالله فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذب عذابا نكرى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرى هذا المبدأ إذا كنت مدير أو وزير أو أمير أو كنت على أي منصب أو رئيس فهذا المنهج هذا ميزان العدل أما من ظلم أشرك ظلم نعذبه على قدر ظلمه وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء على إيمانه وعمل صالح الحسنى ولهذا على مستوى البيت أنت أب وعندك أبنى أو بنات يجب أن يكون عندك هذا المبدأ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذب عذاب النكر وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى بعض الناس يحسن أولاده فلا يرى الإحسان فإذا أساو وقف يحسن طلابه فلا يرى الإحسان فإذا أساو وقف لا العدل أن تقول للمحسن أحسنت وتقول للمسي أسأت وفي الوظيفة كذلك لذلك هذا كان أول درس من دروس للقرنين التعامل بالعدل مع الأتباع الدرس الثاني أتبع سبباً حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرى أندنوسيا وما وراءها ما كان عندهم بيوت كانت الجزر بحرية وبناطق جبلية والله عز وجل جعلهم مساكن داخل هذه الجبال وداخل هذه الأشياء وداخل هذه الأشجار فإذا طلعت الشمس دخلوا في هذه الأماكن واختبعوا فيها عن الشمس وإذا جاء الليل طلعوا ما لهم بيوت فلما رأوا ذا القرنين دخلوا في هذه الأشياء وغابوا عنه تركهم ولم يسأل عنهم وهذا الدرس اللي ابتعد عنك وأخفى عنك لا تبحث عنه حتى تعرف ما عنده بعض الناس يتبع يعرف كل واحد الشيء اللي وراه لا في شيء اسمه منكر وفي شيء اسمه فحشاء الفحشاء ما يعمل داخل البيوت لا نسأل عنه والمنكر ما يعمل في الشارع كلنا مسؤولون عنه قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن إيش المنكر ما قال ينهون عن الفحشاء الفحشاء داخل البيوت ما يعلم بها إلا الله ولسنا مكلفين أن نعلم ماذا يفعل الإنسان في بيته هو حر لكن خارج البيت لا خارج البيت ليس له داخل البيت له يفعل ما يشاء أي شيء اللي يغير الفحشاء الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء داخل البيت والمنكر خارجه فإذا قام المجتمع الصلاة انتفت الفحشاء من بيوتهم والمنكرات من شوارعهم إذا ضيعوا الصلاة ظهرت الفحشاء في بيوتهم والمنكرات في شوارعهم طيب الدرس الثالث ذي القرنين وصل بين السدين وجد من دونهما قوما عكس القوم اللي في الشرق اللي في الشرق هربوا عنه واللي بين السدين استقبلوه يتكلموا بلغة وما يعرفها لا يكادون يفقهون قولا لا يعرفون قوله ولا يعرف قولهم إلا بالإشارة المهم تفاهموا قالوا بالإشارة يا ذا القرنين إن يأجوج وما أجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا نعطيك فلوس على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ماذا قال له طماع ويحب الناس يقول هاتو لكن لا هو عنده هدف هو يريد أن الناس كلها تدخل في دين الله قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة هذا إيش رحمة إذن الآن كم عندنا في السورة من الرحمات الرحمة الأولى ما هي رحمة أصحاب العقيدة داخل الكهف فأولى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته إذن هذا الكهف رحمة لهؤلاء رحمة لهؤلاء حتى يعيشوا آمنين الرحمة الثانية صاحب 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 الجنتين بعثه الله رحمة لصاحب الجنتين لما جاءه الرجل لبقي في طغيانه حتى يموت طاغيا فيدخل النار فكانت الدعوة رحمة على الأغنياء رحمة على المتكبرين لأنها تردهم إلى الله أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها لكن نتاب إلى الله قال يا ليتني لمشرك برب أحدها دخل إلى التوحيد ورجع إلى الحق طيب الرحمة الثالثة رحمة أصحاب السفينة المساكين الرحمة الرابعة رحمة صاحبي هذا الأبوين أبواهم مؤمنين الرحمة الخامسة رحمة الغلام الرحمة الساتة رحمة من؟ اليتيمين الرحمة السابعة رحمة البشر كلهم بني آدم كلهم إلى قيام الساعة بسبب بناء هذا السد قال هذا رحمة من ربي كم صارت رحمة؟ سبع رحمات وكم عددهم؟ سبعة وثامنهم كلبهم وكم عدد أيام الأسبوع؟ سبعة وكم عدد جوارح الإنسان اللي يتوضى فيها؟ سبعة الجوارح اللي يسأل عنها يوم القيامة سبعة جوارح سمع البصر سمع جارحة البصر جارحة اللسان جارحة اليد الرجل البطن الفرج سبع جوارح إذن السماوات كم؟ سبع والأراضين سبع والطواف بالبيت سبع والسعي بين الصفاء المروى سبع ورمي الجمار سبع لتعلم أن السبعة مرتبطة بالرحمة وأن السبعة عدد وطر يحبه الله جل جلاله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بهذا انتهت هذه السورة سورة الرحمة سورة الكهف الذي آوى إليه أصحابه ليرحمهم الله سورة صاحب الجنتين وصاحبه الذي دعاه ليرحمه الله سورة أيضاً الخضر وموسى من باب آتناه رحمة من عندنا فهذه الرحمة من عند الله وهذا العلم من لدن الله مرتبط بالرحمة وأختم بقول الله عز عز وجل الرحمن علم القرآن ليش قال الرحمن علم القرآن ليش ما قال الله علم القرآن لأن القرآن أصلاً مرتبط بالرحمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى هو الله الذي لا إله إله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم فقد يسبق العلم الرحمة وقد تسبق الرحمة العلم لكن لا بد من العلم للرحمة ولا بد للرحمة من العلم أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا ويوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والمعذر عليه الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته